فين؟ أنت لسه آخر حاجة حكيها لي آخر صورة حكيها لي أنت قد كده وبهاء بيه والعم بهاء وبعدين الفندق والبتاع طولنا ولعبنا رياض هل ده أهلتك؟ قبل كده أنا أصلاً أنا مجنون بالكورة بحب الكورة جداً أهلاوي جداً وبحب الكورة عموماً يعني في الوقت ده مثلاً وأنا عندي سبع سنين تمان سنين كان النادي الأهلي أو كل النوادي يعني بتعمل اختبارات غير المشتركين يعني ممكن أشترك في النادي أو أروح أعمل اختبار لأو أنا مهوب هياخدوني فأنا ساعتها رحت لعبت الأول في نادي السكة الحديد شوية كورة وقبلت ففيه واحد هناك قدي يعني قال لي إذا أنت لعب أول أنت روح أعمل اختبارات في النادي الأهلي يبتدوا فروحت وقبلت بس أبويا عرف أن أنا أبويا كان بحب بيكره الكورة جداً فقال لي يا كورة يا مزيكة بس بل راجل مستنير جداً بقى طبعاً بحكم شغلته العظيمة أنه بيكتب نوة ميشيل يدها ربيض فأقلت له كورة فقال لي لأ مزيكة فأقلت له تمام يعني وأنا أبويا كانش بيتكلم ببلسان يعني بتكلم بإيه توك يعني خدت فيها إيه دي بوكس زغد أول حاجة كان فيه حاجة اسمها بلحة مع عشرة فقال أيو دي أيوة طبعاً أيوة فخدت بلحة خدت بلحة واحدة بقى كده فخلاص يعني وهي الواحدة زي بتعالتومانجيري كده بتطول عطول فقالت له تمام خلاص وكنت بقى فركزت في المزيكة بس الكورة كنت بلع بقى من وراء بويا الجزمة طبعاً لازم أروح بيها متلمعة فكنت مشتري ورنيش في الشنطة عشان أنا راجع بعد لو لعبت كورة أنا أنضف الجزمة فلما عملت خليج نعمة بعد ما عملته على طول طارق العريان كلمني قال لي أنا عايز أروح المونتاج أشوف الفيلم فأنا قلت المجدي فمجدي قال لي آه طبعاً يجي يتفرج على الفيلم فطارق راح أتفرج نزلنا كلمني في التليفون هو وليد صبري قال لي احنا عايزينك تعمل معنا فيلم اسم وأصوار الأمر دي تاني فيلم بعد خليج نعمة؟ تاني فيلم على طول بس ما عملتوش ما عملتوش ما عملتوش كمان رائع الكويس ده قعد كتير قول بالزبط فأنا في الفيلم ده كانت الكارات اللي أنا بعمله طالع دايفر وجسمه حل وفتكتوهات فروحت بقى الجيم اهتميت من اللحظة دي بأن أنا لازم جسمي يبقى كويس فروحت وبعد ما عدت سنتين كل حاجات بتجي لي برفضها بعد خليج نعمة لأن أنا مستني طارق وبعد كده طارق الجيم وكلمة كده في يوم قال لي فهمي أعمل ايه؟ قال لي الحمد لله تمام قال لي أنا غيرت الكست قال لي غيرت الكست الفيلم هجيب آسر وعمر سعد فأنا طيب طيب يعني ففجأة ما عفيش حاجة بقى يعني ما عنديش حاجة راحل خلس الحلم انتهى وكمان كانت الأوفرز اللي بتيجي بعد خليج نعمة بتالت تخف واحدة واحدة ما بقاش فيه حاجة اللي كانت بقى بالنسبالي يعني وده كانت نقلة بالنسبالي كويسة قوي لما أول مسلسل عمله كان في الوقت ده مرحلة الدراما بالزبط دي بقى انت أبدعت فيها يعني لعبت براحتك بقى بالزبط كان فيلم كان مسلسل ماما في الاسم وهو جزة يجيه برضو صدفة بحتة أنا في الوقت ده ما كنت قاعد في البيت بقى معمش احيك خالص عسل وطحين كتير وجم بس مهم يعني ففيه يوم كان فيه برنامج على التلفزيون المصري اسمه صباح الخير يا مصر اه طبعا بيجي الساعة 8 الصبح داي فالمعدة بتكلمني يا فهمي عايزينك تطلع معنا وانا اقول عايزيني اطلع اقول ايه معنيش حاجة اقولها فالمهم فالمراتي قالتلي طب ما تروح يعني عصحة 7 الصبح داي كلنا خدمة العلقة فروحت فانا بقى بتكلم بقى والموزيع بتسألني وانا اه وبتكلم على فيلم خليج نعمة وكده ففاجئت صال هاتفي صال على التلفزيون فانا قلت بين صاحي 8 الصبح هيكلمني واحدة ست محترمة جدا احمد بجد انا عجبني جدا فيلم خليج نعمة وبتلت تكلمني في مواقف الفيلم شابت الفيلم كويس يعني فالربنا خليكي وخلص خلصنا المعدة قالتلي مادام سميرة عايزت اخد رقمك وتكلمك وقتلها مادام سميرة مين قلت لي كلمتك في التلفون قلت لي مادام سميرة قلت لي مادام سميرة احمد قلت لي بجد ايو انا معرفش قلت لي اه قلت لي طبعا فخدت رقمها وكلمتها ازيك يا احمد عامل ايه قلت لي الحمد لله ازي حضرتك قلت لي بص انا هعمل مسلسل وانت هتطلع ابني